السلام عليكم حبيباتي صباح الخير عليكم ان شاء الله الفيديو ديالي هادي تلقاكم كاملا مهنين وبخير وعلى خير وقبل ما نبدأ ونشوفوا الفيديو تاليوم ونصلوا كاملا على النبي اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد البنات هادهوات والسيغي ديالي كيف رشته في الطابلة شوفوا كيفاش خرج على بالي سيغمو حبي نشوفوا يعني الشكل دياله في الطابلة خرج فريمو تخي تخيجولي وبالنسبة لبنات اللي ما شافوش الفيديو تقدروا تقولوا هادي جزء تاني اني نخلي لكم الرابط تاع الفيديو لاني ديرتو في قناتي التانية في قناتي بليتو الأولى في صندوق الوصف وهذا هو البالي كي حطيتو فلامانش هاولي كيفاش خرج هايل كين كنسبه يسمى هادوك اللي مننا ومننا ينحولي لابوسيا وفغيمو هايل يعني من أرواع البالي اللي كسبتون في حياتي هنا لتابي ديالي البيض البنات نحيتو من طريق بيس كانوا فيه بلو زورتاش لازم نغسلو نحيتو وفرش تابيو حد أخر فحفحت سيقت نحيت لابوسيا وهايليك النتيجة باين ننقى يعيط من زي ننقى يالو كان يبقى هاوليك هادي النتيجة محبيتش يعني جوب أختار معاكم كاملة شغل اللي مرفا نخدمو وتعرفوه كاملة وهنا البنات بالنسبة للمعطر كين بزاف قالوا لي المعطر رهو يضل الناس أزماتيك واللي عندهم بخوبلا متاع السدر ويفكتيفوا هادا كلام صحيح لكن دائما يعني لو كانت انتبهو انا لازم ندير التعطير كانت معنديش الباب في الكوزينا يفاي فالي كون نعطر دائما جامي نعطروا التاقة مغلوقة دائما حل تواقي نفح في حد نتيجة نعطر باش نولق التاقة سكيفيلي يدخل يشم هاديك الريحة الطيبة لكن مش قاسحة ليتهبط للسدر ودرك يا البناتاني حاجوا بغتاج معاكم وحدي ليصاب لي بزاف بنا نبدو القهوة والشوكولات المحبي القهوة والشوكولات رح تعجبهم بزاف هاد الوصفات عندي مية وخمسة وعشرين غرام تاع مارغارين طريا البطان نقسموها على زوج وعندي خمسة وسبعين غرام نحو منو زوج سبعتين نغرب المياسو غاكو تعرفو سيكو غراس مندك يدير يعني هاجرس ندير معاه لافاني عندي هنا صفار حبيبة ولاد الجاج ولا صفار حبه تاع البيت وحبه كاملة انا ندير حبه كاملة باش يكون لسابلي ديالي شوية في هادك الكخوستي اما لي حبهم طريين بزاف يدير زوج صفار تاع ولاد الجاج مغير فتا اكل نيس كافي نيس كافي وهنا عندي كيما راكو تشوفو خمسين غرام تعلوز محمص ومرحي نقدروا نستغنو على هاد المرحى لكن صدقوني خمسين غرام مدت ما جابت لكن الفيلا ديفيرونس فليسابلي يعني يجي سابلي راقي بنين في وحد البنة هيلة وعلى بل يرحان نلقى بنت بتتخيقولو لنا نقدر نعوضه بالكوكاو نعم تقدروا لكن بل يرحان نستعملوا الباتر كيباتيت كلش حتى يخشتو كلش على دربة راح ندير كاس اللوول تاع الفارينة ندرت معه مغير فا صغيرة تاع الخميرة الخميرة الجوست بش يخرجوا مهوئين يعني مانيش محتاج الخميرة بسف هادا الكاس التاني ونخدم البنات غير بصباتية منستعملش كاملا لا بوم تاع المانديالي شوفو هاهوليك هنه جيسكا مانتونان درت الزوج كيسنتا فارينة هاهوليك الكاس التالت نبدأ ندير فيه غير بالاقل على بلكم السابلي مايحبش نكترو فيه الفارينة هاهوش قاعد من الكاس يعني قاعد من نوقي متوحد الزوج مغار فيها كدك هنهيه نغطيها نبعدها بجيه وننقي بيانسور بلان دوت خوايي ديالي باش نبدأ ونخدمو كيف كيف انا هنه راح نستعمل بابي كويسون البنات اللي عندها ساشي يكون ناقي يعني معقم تستعمل الساشي سينو هذا البابي كويسون هدايا قادرين نخدمو به لابات ماستعملوش الفارينة باش يجي السابلي ديالنا طريق ويجي فريمون بزف شباب نحط يعني كمية اللي حبيناها ونبدأ نحل في لابات تاعي السوم كالبنات نقولو واحد للثلاثة ميليمتر ربعة ميليمتر بابلوس انا هنه اخترت هات الطابع المدور اه وما يعني مدلتهم شوية ارقاق باسكو هلاشا حانستعمل واحدة كريمة بشوكولا ويجي لي بيسوخ تحاها هداك هو ما نخشنوه مش بش يجونا متحفين وشابين ما كاش ما اسهل يعني كينستعملونو بابي كويسون العمليات جينا بزف ش سهلا يدونا بضبط سبع دقايق في الفوغ واللي عندها الفوغ ديالها سخون تنقصلو البنات وتخليه يطيب كيما انا درتهم على مية وربعين دراجة سبعة ثمنت دقايق طابولي يفوبا خلوهم يتحرقو يعني على بلكم شو قلكم يعني السابلي ما فيش الروح وزيدان بلوس كيما راكو تشوفو رقيق يطيبنا تعتو تسويت ماكسيمام دي مينوت ماكسيمام دي فوغ ديالها رايح فيها يدو لها عشر دقايق سينان فوغ عادي يدو سبعة دقايق حطيتهم يطيبو هاهم لي كيفاش جاو يشاهو اللي بنات كيما راكو تشوفو هنا هيا عندي كمية اكو تشوفو حبيبات تعلوز وثلاث حبات تعجوز راح نديرهم مع شوكولات تختين هادي وشو نقولكم كريمة سهلة مهلة مافيهاش بزاف الدوران ندير الكمية كيما راكو تشوفو تعال شوكولات تعطالي هادي وندير معها هادا اللوز بقشورو مع زوج حبات ولا ثلاثة بسكو كانوا عندي سينان تقدروا تديروا اي مكسرة تحبيتوها لكن هادا الكريمة بدت تعطينا ماداق رائع ونبدأ نعمر مادا بكم تكونوا شوية سخين كي تتعمروا اللي سابليتاك مش يديروا طبقة رقيقة طبقة شوية خشينة باش وشو نقولكم كي تعودوا تاكلوا تستبنوا لقوتاك لقوتاك طيبوا فيهم تعدوا تشموا ريحة الموكا ريحة الكافي بزاف بزاف منان جربوهم ورجعوا لي بالخبر هنا يا راني كاملتيك اللي سق فيهم بطريقة لكو تشوفو فيها ونباكوش يقعد لنا غير لقلاساج لقلاساج شي الموجود عندي كيما راكو تشوفو شوكولات يعني تالحليب ما كانش هدي شوكولة نوارز تخلط لها طبليطات شوكولة هديك يعني هادوك تاع كيش نقولو حنو يا طبليطات باش نتحصل على اللون شوية داك انو نبدأ نطلي فيهم بطريقة لكو تشوفو فيها كب الفرشيضة لبناك تستعملوا يعني تدوبوها في باماري ما درت حتى اضافة ولا تحبو لها بغيانس زيدوا شوية بارك تاع الزيت او بعدها تزيين دوبتنصح بباطع طبليطة تاع شوكولة وفف يعني في الباماري ودرت فيها هادو الخطوط كتزيين فقط ومستعملت تزيين يعني الموجود عندي في البيت كانوا عندي حقيقشات درتهم وخرجوا لي بشكل ياركو تشوفو فيه شكل سامبل لكن المداق يدي اكتر من رائع والبناك ما نحكي لكم ومش دايو غدر ولا تتعبق كاملة بالموكا هاهي ليك لي سابلي ديالي هنا يا مدرت لهم شو العقاش انا نميل للديكور ليكون سامبل ما نحبش بزاف العقاش لكن حاولت انني نزينهم بطريقة لي نتمنى انها تعجبكم شوفوا هنا يا هاهو ليك السابلي ديالي الكريمة هاديك وشو نقولكم هايلا تستهل التجربة وديروها تقدروا في العيد تستقبلوا بها ضياف ولاليكم توسام بلومو ودوكا جفي بغتاجي معاكم البنات العشادي اللي كان عبارة على كسرة فخسي محشية بتكتوكا اه دبلت البصل شوية تعزيت زيتلو حبيبة واحدة تعفلفل درت الملح درت الطماطيش حبيبة تعطماطيش كيف كيف اللي قطعتها قطع صغيرة هاكدا يا نقص النار ونخلي كل شي يدبال كيف كيف التوابل فلفل الكحل وفلفل عكري فقط ما يعني ما خلطش بزاف بش تدو قطع تكتوكا غاردي لا سابر ديالو هاهو ليك فلفل عكري ودوكتوفوا معايا فلفل الكحل فقط خليتهم يدبالوا تخبية ونباكست لهم غير فتع قهوة تعطوه معطيش مصبرة وخليتهم كاملاتيك اي طيبو كيف كيف ونروحو دركا انو وجدو اللابات ديالنا اللي هي عبارة على كسرة عادية شوفونا هنه درت كمية يعني لبس بيها بيسك نص درت به الكسرة المحشية ونص خليتو بش صباح كسرة للقهوة فلا شوفو جدرت الخميرة الخميرة درت قيمت نص مغير فا هكداك ودرت شوية تع سكر والملح هدا ما كان وكو تشوفو زيت الزيتون درت فنجل ونص فنجل تع زيت عادية بس استدقيق ديالي دقيق هنالي كو تشوفو فيها رطب ما درت فارينة ما درت ويلو استعملت كو تقيق وبعدها بمده في بديت نلم لابات تاعي نلمها تكون طرية بش نقدر نفاصونيها وما تكونش متلوقها بزاف بش وبعدها ما تعدبنيش دوك تشوفو كيفاش رحة ناجنها ها هي لي كيفاش ما تجيش تتلاسق في اليد نقطحها بطريقة ها كاليرا كو تشوفو فيها بك بش يعني تولي للابات تالي ليس يعني ملمس ديالها حريري وتعطيني لطاكي نعد نخدم ها هو لي كلي تحب دير صباح وشي لازم لها بليح مليح نمسو النعمة تعطينا طاقة ايجابية شوفوش حل من خبزة خرجتلي انا حاستعمل ربعة وهدوك زويجة نخليهم نصبح نحطهم في التلاجة ومبعدها تيك نحل بالحليول ونطيب وهكي نلقاوا يعني درالي بش يشربوا قهوال ومعطا نبدأ نحل دائما تكون عندي لوزة كبيرة على لوزة باش هادي اللي نحلها متوسطى نحطها دكوتي والتانية نحلها مليح كبيرة ونحط فوقها تكتوكا ديالي ها هو لي كادي يبعتها متريق ودوك نحل وحدة كبيرة ما كاش ما اسهل البنات نحاول انني ندير شوية تعفارينا باش ومعدتي كين جي نرفض يعني كين دي دوك تكتوكا ونغطيها ما تعدبنيش ما تلسقليش ها هاي لك تكتوكا تاعي نحاول انني نديرها في الوسط ونخلي لي بوخ فرغين باش ومعدتيك نقدر نبقط فوقها الدوزية ها هاي لك هناك أنا عندي شوية بصدرتها الجاج طايب اه فتتو ما نخليش هاكده كي يروح يعني هدي حاجة فاكو التاتيف تقدروا تستغنوانيها المهم الجود بالموجود وهنا عندي هاد الفخوماج اللي مرفان ستعملو في البيتزا درتو تقدروا تستعملوا فخوماج غابي تقدروا تستعملوا فخوماج بلون تقدروا تديروا هادوكتا صاندويتش المهم علي بلكم هادو الأطباق نديروا فيهم وش عندنا يعني ماشين نكلفو روح نالجا لهم هكو تشوفو تشكتوكا شوية فرماج اطقيق زيت وحنا درنا عشاء خفيف ضريف ويحبوه دراري ووالا هنا كي مراكو تشوفو حطيت الخبزة ديالي الفقانية تكون صغيرة على التحتانية هنا درت شوية علماء صاير داير باش ومعدتيك كي نقلب عليها لابات تلسق لي وما تعدبنيش مكاش ما اسهل يعني تعتو تسويت فيه وقفا كيما يقولو هاهي ليك الخبزة ديالي جات كبيرة الله يبارك نحاول نطقبها أبانا ما نهبتش حتى لتحتا ولا ونفذها بطريقة لكو تشوفو فيها هاهي ليك الله يبارك كيفاش جات النار تكون شوية تحت المتوسط مدا بيا الكسرة ديالي الطيب ليتخبية ونبدأ ندور فيها هنا نزيد نطقب فيها من الجهة اللي يعني التحتانية ونبدأ ندور فيها ندور فيها حتى نطيب لي كيما ركو تشوفو زوج خبزة كبار كيما هكدا وحنا تعشينا هنا رح نوري لكم كيفاش نقلبها بسك الخبزة كبيرة نجيب أمبلا نحطها بطريقة هادية ومبعدها أب نقلبها هكدا يا علاش بيش ترفدوها وتقلبوها مشي سهلا بسك ركو تشوفو الخبزة كمام كبيرة ولا شهيدكم من شاء الله في الجنة هنا يا خبزة دوزية من البنات وهاي لك الخبزة ديالي البنات هاني هنقسم لكم بشتوفو كيفاش جات الداخل جي تخي تخي بون بنينا هيلا وسيختول بنات سهلا يعني تبعو المراحل وتشوفو بالليك يعني من اسهل الأطباق وزيدون بلوس موحل ما تعجبش أفراد لها إلا بسك تجي بنينا المقادير ديلها كتشوفو بسيطة يعني ما فيها احتى حاجة تكلوفة ولا فوماج بلون بصل وطوماطيش وشوية فلفل هاهي لكي فاش تجي هيلا بنينا ويجي داك الفرماج دايب الداخل وهدا وش يحبو الدراري هذه يا أخواتي بالنسبة لفيديو تالي يوم إن شاء الله تكون عجبتكم وزيخت وتكون نفعتكم ونقلكم حبيبة قلبي إلى فيديو واحدة أخرتها الله في روحكم ودومتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته